اشتركوا في القناة منوها بالدور الفاعل الذي يقوم به معالي في قيادة المهام والمسؤوليات المناطة بالأمم المتحدة على الساحة الدولية والمواقف البناء التي يتبنها في الدفاع عن القضايا العادلة على المستوى العالمي وفي مقدمتها القضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص من جانبه اعرب معالي سيد انطونيو جوتيريش عن سعادته بزيارة مملكة البحرين والمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية ثالثة وثلاثين مشيدا بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في استضافة القمة في هذا التوقيت والظروف الصعبة التي يشهد فيها قطاع غزة مأساة انسانية مروعة معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بالتوفيق والنجاح في ادارة الاعمال القمة والتوصل الى قرارات بناء تسهم في تعزيز التعاون العربي وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والامم المتحدة ومختلف وكالاتها المتخصصة والتأكيد على اهمية دعم جهود المملكة في تحقيق اهداف ومقاصد الامم المتحدة بالاضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة على السكان المدنيين والامن والاستقرار الاقليمي ترجمة نانسي قنقر